ترجمة نانسي قنقر في الصحافة البحرينية أعتقد أن الصحافة البحرين تشهد تطورا مستمرا منذ بثاق العمل الوطني تحديدا وتجهات القائد السياسية وأعتقد جلالات الملك كان من الداعمين الرئيسيين للإعلام والصحافة والصحفيين وتجلى ذلك في تطور النوعي الذي حدث في مجال الصحافة والمقروة والمسموعة وأيضا المتابعة اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي أعتقد أن يوم الصحافة العالمية أولا نبارك لكل الإعلاميين والصحفيين في هذا اليوم ونشد على يديهم والجهودهم التي هي جهود استثنائية ومتممة للعمل والإنجازات التي تم على أرض البحرين في يوم الصحافة البحرينية حقيقة ننظر لهذا اليوم بفخر واعتزاز لما قدمت الصحافة البحرينية من إنجاز وتطور مستمر ومتصاعد هذا اليوم حقيقة عزيز على أننا كسلطة تشريعية ننظر إلى الصحافة البحرينية بكل تمييز بكل اقتدار كل التحية وكل التهنأة لكل العاملين في مجال الصحافة خاصة أن الصحافة تسمى السلطة الرابعة ونستقي منها الكثير من الأمور التي تهم المواطنين فيها إضافة إلى ذلك أننا في مجلس النواب لنا نظرة خاصة للصحافة دائما متابعين للصحافة اليوم الصحافة البحرينية قاعدة تميز بمناسبة يوم الصحافة تقدم بداية بتحية لكل صحفي وإعلامي مخلص لعمله ودوره في وطننا العزيز ونعتز بالصحافة البحرين ومتشهده من مسار المتصاعد من التطور المستمر أن نطلق مصطلح السلطة الرابعة على وسائل الإعلام والصحافة هو لإبراز الدور المؤثر لوسائل الإعلام ليس في تعميم المعارفة فقط إنما في تشكيل الرأي وتوجيه الرأي العام وسوف يقوم مجلس النواب قريباً بدراسة قانون عام وشامل للإعلام وذلك للمحافظة على حقوق وواجبات كل إعلامي وصحفي عرفت الصحافة البحرينية بأنها صحافة راقية مشهود لها بالحكمة والوطنية والكفاءة وسجلت المواقف المشرفة حافظت على المجتمع منذ أن بزغت على يد الأديب المرحوم عبدالله الزايد مؤسس الصحافة البحرينية والرعيد الأول الذي شير الصحافة البحرينية قبل ثمانين عاماً وحتى وصلت تلك الأمانة إلى الكوالر الصحفية المعاصرة التي تخطو اليوم الخطوات الجادة لمواكبة كل جديد ومميز نشد على دور الصحافة في مملكة البحرين في ظل الجائحة كانوا داعمين وهذا بلا شك دورهم الأساسي في ظل الجائحة هو التثقيف ورفع الوعي في مجابعة هذه الجائحة جلالة الملك دائماً يشد على دفع في معنويات الصحافة البحرين ويعطيهم الدافع لتطوير المنظومة هذه وفي نفس الوقت تستغلال كل موارد المتاحة الموجودة ترجمة نانسي قنقر